أوصى المشاركون في فعاليات اليوم البحري الذي أقامته الهيئة البحرية الأردنية بتوحيد الجهة الرسمية لمتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر وسلامة مرافقه المينائية وشدد المشاركون على أهمية الاستعانة بخبراء أردنيين في النظام البحري إضافة إلى تقييم المرافق المينائية كافة وسلامتها وتعزيز كادر السلامة العامة والسلامة البيئية وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية عن تأسيس مركز الرقابة والتنسيق المشترك الذي يعنى بالأمن البحري والسلامة العامة والحفاظ على البيئة نحن خصصنا هذا العام للتحدث بصوت مرتفع عن هذا الموضوع ولنتمكن من وطع توصيات بموجبها نستطيع التغلب على المشاكل اللاحقة ومعالجتها قبل أن تقع لنكون في تطبيقاتنا للتشريعات المحلية والدولية بأفضل حال هذا المركز لا يصدر أي نشرات أو تعليمات وإنما يحقق متطلبات كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بهذه المنطقة طبعا المتطلبات التي تعنى بمتطلبات البيئة هذا اليوم البحري تم مناقشة العديد من القضايا المهمة منها البيئة والنقل الأخضر ومنها التشريعات الجديدة التي تطبق وعملية السلامة في الموانئ اليوم البحري هو تجمع سنوي تقوم فيه الهيئة البحرية الأردنية وبذكرى تأسيس ميناء العقبة ميناء العقبة أسساً في 1952 ولكن اندماجه كميناء وتوسعته تم في 1965 ففي 11-2 من كل سنة من قيم هذا اليوم وخصص هذا العام لموضوع الساعة اللي هو البيئة ترجمة نانسي قنقر